احتفاء بمرور 50 عاما على بدء البث التلفزيوني لتلفزيون البحرين أعدت وزارة الإعلام فيلما توثيقيا خاصا يحكي مسيرة الإنجاز والتطور الإعلامي التي شهدتها هذه المسيرة هذا واستعرض الفيلم التوثيقي مسيرة الإعلام الحافلة بالإنجازات الكبيرة والتطور المتسارع في مجالات الانتاج التلفزيوني البرامجي والأخباري والتقني التي استندت إلى سواعد وطنية ماهرة ومبدعة نعملين في هذه المؤسسة على العمل المخلص والحماس للعمل بالوفاء إلى بلدهم إلى دينهم إلى تراثهم وهذا ظهر في كل زاوية من زوايا هذا المجمع الإعلامي ما في شك أن الكمال هو هدفنا من الصعب أن نوصله الآن في الفترة الوجيزة لكن بإذن الله في جهد رح نوصل إلى المستوى المرضي وأنا لا أشك في هذا وأنه لفت الجميع إلى الأحسن ومشكورين لذلك خمسون عاماً من السعي إلى الكمال كانت شاهدة على رحلة تمييز وعطاء يحلق فيها اسم الوطن إبداعاً في السماء حيث شهدت البلاد لحظة تاريخية عند البث الأول لتلفزيون البحرين تمثل هذه البدايات كل معاني الحياة من خلال الاستوديوهات البرامجية والإخبارية التي تسخر بتجهيزات فنية ولجستية جعلت من تلفزيون البحرين يأخذ دوره الريادي كأول تلفزيون ملون في المنطقة وأول تلفزيون يقدم نشرة أخبار باللغتين العربية والإنجليزية ولم تكن هذه الإنجازات الريادية إلا انطلاقة لها ما بعدها حيث شهدت تلفزيون طفرة إنتاجية غزيرة كان فيها التألق أمام الكاميرات وخلف الكواليس هو عنوان المرحلة وتمكن هذا الإنتاج المحلي المتواصل من صرع أعمال أيكونية لا تغيب عن ذاكرة الأجيال وقد شهد الإعلام البحريني قفزة نوعية على كل الأصعدة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حيث تم افتتاح مركز الأخبار الذي كان على موعد استثنائي مع تغطية الفعاليات الكبرى على مدار الأعوام بكفاءة ومسؤولية وتواصلت الجهود في مواكبة التقدم بتدشين استوديوهات الإنتاج الجديدة وافتتاح القرية التراثية وتوسعة الخيارات الإنتاجية والفنية شكل هذا السعي حافزاً لمواصلة المسير حيث كان شعار حب التحدي وعشق الإنجاز دافعاً رئيساً في شحض الهمم وكتابة فصل مهم في صفحات التاريخ يبدأ بصناعة مستقبل أفضل لتلفزيون البحرين الذي يدشن استوديوهات جديدة وهذه خمسون عاماً جديدة نبدأها من الآن ونواصل فيها السعي إلى الكمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر